وزير الإدارة المحلية يؤكد أن الاعتداءات التي استهدفت دمشق هي فشل للإرهابيين ونجاح لجهات الأمنية القيادة العمّة للجيش تنفي استخدام غازي الكلور ضد الإرهابيين في عين ترما في عنوين هذه النشرة أيضا الخارجية تؤكد أن تقرير منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون لا يتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبوله لأنه يبتعد عن المنطق مشرة أخبار الإخبارية السورية من العاصمة دمشق أهلا بكم لاحقت الجهات المختصة ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل مدينة دمشق عقدة المطار وحاصرة الثالثة في ساحة الغدير قرب ساحة التحرير فقام الإرهابي بتفجير نفسه ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرح عدد من المواطنين وقال مصدر ألمي أن الجهات الأمنية تمكنت من إبشال وصول الإرهابيين إلى أهدافهم ما قلل من عدد الشهداء والجرحة حيث كان الهدف حصول التفجيرات في أماكن مكتظة في أول أيام العمل بعد العطلة مما كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف من موقع تفجير في ساحة الغدير حيث يرافقه محافظ دمشق قال إن الإرهابيين فاشلوا في تحقيق أهدافهم بإقاء المزيد من الشهداء والجرحة لما حدث هو فشل للإرهابيين ونجاح للجهات الأمنية التي تعاملت مع هذا الاستهداف بالنجاح وإن كنا قد خسرنا بعض الشهداء الرحمة على أرواحهم وهناك بعض الجرحة والمصابين في المشافي سيعالجون إن شاء الله إلا أن النجاح الجهات المختصة الأمنية كان في إفشال المخطط الذي كان يستهدف مواقع تكتص بالسكان وخصوصا نحن عائدين من عطلة عيد الفطر السعيد طبعا ورشات المحافظة كما ترون بادرت في إعادة كل شيء إلى ما كان عليه خلال ساعات إن شاء الله تكون كل البنى التحتية والشوارع قد عادت إضافة إلى بعض المنازل التي تضررت من خلال لجان السلام الإنشائي ولجان تعويض الأضرار أيضا سوف ترمم وهذا هو حال كل مرة يتعرض فيها الوطن لعمل إرهابي تتضافر كل الجهود من كل الجهات كي تعيد الأمر إلى ما كان عليه وهذا يدل على قوة وصمود الدولة السورية بشعبها وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسن الله يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا والله يعطي العافية للقوى الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن طبعا المعلوم كانت الأهداف بضمن المدينة بأماكن مقدصة بالعاملين والسكان القاتلين في مدينة دمشق ليلحقوا أكبر ضرر وأزى بمواطنيننا القاتلين دمشق إلا أن الأجهزة الأمنية بمعلومات الحمد لله واردة إليهم بمتابعاتهم الحسيسة عملوا كمينين على طريق المطار من خلال هائل الكمائن استطاعوا أن يفجروا أو يتعاملوا مع السيارتين المفخختين والعناصر الإرهابية الداعشية التكفيرية هذه العصابات طبعا نصر قواتنا المسلحة الباسلة وتضحيات شهدائنا وبطولات الجيش العربي السوري على امتداد صاحات الوطن رد الفعل الطبيعي لأولئك الأفائقين أنهم يعملوا تبجيرات بين المواطنين ليبسوا الزعر والرعب إرادة الشعب السوري بالحياة وإرادته بالنصر لا بد أنها تنتصر وتلاحهم الجيش مع الشعب مع القائد هو عنوان نصرنا إن شاء الله الأكيد القادم ما في شك الله يرحم شهدائنا فقدنا اليوم عدد من الشهداء عنا عدد من الجرحة في عدد من المنازل تضررت البناء التحتية تضررت بغالبها أماكن التبجيرات بس الحمد لله منقول الكمائن صارت بموقع لحق أقر للأضرار مما لو دخلوا إلى ضمن المدينة أنا برجع بأكيد لو تم الدخول إلى داخل مدينة دمشق بتعرفوا الأزدحام واقتصاد السكان واليوم أول يوم عمل والتعامل الأمني تم مع الإرهابيين بساعة مبكرة يمكن كأعلام كهية درينا بالسبعة ونصف دريته بالسبعة وربع سبعة ونصف بس الأمن عم يتعامل كان من الساعة الخامسة صباحا في خرق للمذكرة الروسية بشأن مناطق تخفيف التوتر استشهدت امرأة ونازيلان بسجن عدرة وأصيب عشرون بجروح جراء استهداف الإرهابيين بقذائف في الهون منطقة عدرة بريف دمشق موسيقى ساعة العشرة من تاريخ هذا اليوم أقدمت العصابات الإرهابيين المسلحة المتواجدة بمحيط سجن دمشق المركزي على استهداف السجن بعدد كبير من قذائف الهون استهدفوا بشكل خاص الأماكن المخصصة لدخول الزوار على باب الرئيسي وكذلك الباحات المخصصة للتنفس للسجناء نجم عن تلك القذائف التي استهدفت الزوار استشهاد شابة بالعشرين من عمرها وإصابة طفل أمره خمسة عوام إصابات بليغة في رجليه كما أدت القذائف التي استهدفت السجناء داخل باحاتهم إلى استشهاد نزيلين اثنين مباشرة وإصابة خمسة عشر نزيلا آخرين تم إصعاف موضانهم إلى مشفى شرطة في حرستة لتلقي العلاج والإصعافات الضرورية والعمليات الجراحية اللازمة أنواع الإصابات متعددة أماكن متعددة يعني مشاركة متعددة في عظمية في جراحة أوعية في كلهم نطلب العمليات الجراحية الصعافية إصعافات حرجة جدا فيها يعني اثنين استشهدوا من سبابة في شضايا خفيفة إصابات خفيفة الحمد لله الشباب موجودين هنا قدنا بالواجه معهم وضمدناهم وعطيناهم العلاج الكامل كما استشهد شخصان جراء خرق المجموعات الإرهابية لمذكرة مناطق تخفيف التوتر واستهدافها بالقذائف حي الكاشف بدرعة إذن مشاهدين مجددا التنظيمات الإرهابية المسلحة تستهدف مدينة درعة بإطفاع الحريق وصلت رجال الإطفاع الآن إلى إخماد الحريق هذا الحريق الذي أدى إلى احتراق صهريج من المحروقات صهريج من الموزوط كان مهيئ أو معدل سرافيس التي تقوم بالانطلاق من هذه الكراجات إلى الأماكن المحيطة في مدينة درعة إلى القرى محاور مدينة درعة إذن رجال الإطفاع الذين يقومون بمهمتهم الآن بإخماد الحريق كما نشاهد هذه الخروقات تجدد من قبل مجموعات الإرهابية المسلحة يوم أمس كان هناك عدة خروقات على أحياء مدينة درعة حي الكاشف ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة إلى حريق فيها المنازل إلى أصابات عدد من المواطنين واليوم أيضا تجدد المجموعات الإرهابية المسلحة خروقاتها إلى مدينة درعة دائما هذه الخروقات من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة بعد استهداف الجيش العربي السوري إلى مواقع تنظيمات الإرهابية المسلحة في حي المنشية وأيضا درعى البلد الخطوط الأردنية السورية خسار كبيرة تتلقاها تنظيمات الإرهابية المسلحة نتيجة هذه الخسار دائما يكون لها ردة فاعل جبانا دائما تقوم بخروقات على مدينة درعى باستهداف الأحياء السكنية الأمنة في مدينة درعى إذن كما نشاهد رجال الأطفاء الآن يقومون بمهمتهم في إقماد الحريق مباشرة إنتما أنت شايف الحريق كبير عبارة عن سهريد مازوت السيارات وفي فوق العشر تلاف لبتر والسيارات كلها عم بضوغ عليه الحريق فخم وكبير كما يكون شايفين خزار مازوت والحمد لله تمت السيطرة عليه والأبغير خير إن شاء الله الله ينتقم منهم بضربه على المدنيين نطلب من قواتنا المسلحة أن لا تتحاون ضد هالرهابيين وضد الغولة اللي خربوها البلاد شو كان ناقصنا حتى هم ما بدأوا أنه وبدهم حرية وحرية شو كان ناقصنا بالوطن كنت أنا أمي على البرندة عم نغسل ونعزل البيت وما حسنا إلا وصبق على الصوت القذيفة وفتنا نركضها كنت حسنا أنه تصاوبنا وصار الدم ينزل وركضنا على الغرفة بعدها صلنا نسايا على الجيران تأجوا أسعفونا كنت أنا وبنتي على البرندة عم نشطف ونعزل البيت ما حسيت إلا شي شاني وحطني جوا الغرفة وصرت أحس بوجع بيدي وبنتي بيني دي صارت عم تنصف صرت أصرخ على الجيران لحتى حدا يجي يشوفنا وهيك بعدين ما حسيت إلا هنا ابني ما إلو دي ولا إلو أي شي بيته الله ينتقل من اللي كان السبب كنت بالبيت يوجد صاروخ بلب البيت شضايا إيجتها هنا صوت حسبي الله نعمل وكيد عيطالة وراش البسكيت و بدي أمشي بعدني ونهنازل قريبة شرقة إيدي من هون من القذف ونقول حسبنا الله ونعمل وكيد بس الله الظالم تم الإبلاغ عن حالات إصابة إصابات مدنية تم استقبال ثمان إصابات مدنية بين حالة خطرة وحالة حريجة وشهيدين امرأة وورجة بالعقد الرابع من العمر في ظل الاستهداف اليومي المتكرر للأحياء المدني في مدينة الدرعة وخاصة في هذه الأيام حي الكاشف وصل إلى المشفى عدد من الإصابات المدنية معظمها إصابات متوسطة كل الإصابات التي وصلت كلهم مدنيين بينهم شهيدين اثنين المشفى دائما بحالة تأخب واستنفار بسبب التكرار الاعتداءات اليومية على الأحياء المدنية رغم الإصابات والجرحة ما زال لسان أهل درعة يقول نحن إلى جانب رجال الجيش العربي السوري في سبيل تحرير تراب الوطن والقضاء على المجموعات الإرهابية رامي الشاعر للإخبارية السورية مشفى درعة الوطني أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أن الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع الإنترنت التابعة للمجموعات الإرهابية حول استعمال الجيش العربي السوري لغاز لكلور ضد إرهابيين ما يسمى فيلق الرحمن في عين ترما هي أنباء كاذبة وعارية عن الصحة وجاء في البيان أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تنفي كل هذه الادعاءات جملة وتفصيلها تشدد أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنها لم تعد تمتلكها أصلا البيان ختم بالقول أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن هذه الأكاذيب والروايات الملفقة أصبحت مكشوفة للقاصي والداني ولم تعد تنطلي على أحد وتقوم بفبركتها هذه المجموعات الإرهابية لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة التي تمنى بها كلما تقدم الجيش العربي السوري في أحد المناطق أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم أن الجيش العربي السوري لم يستخدم السلاح الكيميائي في عين ترما بري في دمشق مصدر دبلوماسي روسي قال أن مجموعة من ضباط مركز التنسيق الروسي كانت تعمل في حي الكباس المجاور لقرية عين ترما أكدت أنه لم يتم هناك رصد أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية لا من هذه المنطقة ولا من المنطقة المجاورة لها المصدر أكد أن الجانب الروسي قد جمع الأدلة القاطعة التي تثبت استخدام الإرهابيين للأسلحة وذخائر الأجنبية في سوريا قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن اعتماد لجان تقص الحقائق في حدثة خان شيخون على شهادات قدمها الإرهابيون في تركيا يعكس عدم وجود الحد الأدنى لإظهار الحقيقة رواية الكذب التي تخطها منظمة حذر الأسلحة الكيميائية بشأن حدثة خان شيخون يبدو أنها لن تنتهي تقرير جديد صادر عن المنظمة لفتت الخارجية والمغتربين إلى أنه يدل على فبركة جديدة لا تتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبولها لأنها تبتعد عن المنطقة سوريا عبر خارجيتها طلبت المنظمة بأعداد تقارير نازيها والذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة قائلة في بيان أصدرت الأمانة الفنية لمنظمة حذر الأسلحة الكيميائية بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر السادس عام الفين وسبعة عشر تقريرا مضللا آخر يتضمن ما توصلت إليه لجنة تقص الحقائق في حادثة خان شيخون كما أن الهدف يكمن في تشكيل مثل هذه اللجان يتجلى في تغييب الحقائق وأضفت الوزارة أن اعتماد لجان تقص الحقائق على شهادات قدمها الإرهابيون في تركيا يعكس عدم وجود الحد الأدنى لإظهار الحقيقة فالشهود الذين تم استجلابهم إلى الأراضي التركية من خان شيخون هم شهود زور وفيما يتعلق بما يسمى منظمة الخواذ البيضاء تابعة الوزارة وهذا ينطبق أيضا على ما يسمى منظمة الخواذ البيضاء والتي أثبتت المعلومات الموثوقة بأنهم ليسوا سوى أدوات لجبهة النصر وغيرها من المنظمات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية على أقل تقدير أما المصادر المكشوفة التي يشير التقرير لأنه استقى معلوماته منها فهي تلك المصادر التي يسيطر عليها عملاء الاستخبارات الغربية وختمت الخارجية بالقول أن الجمهورية العربية السورية أكدت منذ لحظات الأولى للجريمة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في خان شيخون أنها لا تمتلك أصلا أسلحة كيميائية كي تستخدمها ضد أي كان كما أنها أدانت استخدام المواد الكيميائية السامة في أي مكان كان وتحت أي ظرف كانت وضد أي طرف لأنها تستخدم بأن استخدام مثل هذه الأسلحة أمر غير أخلاقي ولا مبرر له إطلاقا نتحول إلى التطورات الميدانية ونتابع هذه المشاهد من المنطقة الممتدة من شرق خناصر إلى شمال محوري أثري الرصافة بريف حلب الشرقي وذلك بعد أن استكمل تمشيطها وإزالة الألغام التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي فيها وحدات من الجيش العربي السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما ونتابع أعزائي المشاهدين معكم هذه المشاهد من مطاردة الجيش والقوات الرديفة لمجموعات من تنظيم داعش الإرهابي والسيطرة على النقاط شهد 9 وشهد 10 بريف السلاميات الشرقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل خالد اجرار عضو المجلس التشريعي وستة فلسطينيين اخرين خلال حملات دهما بالضفة الغربية قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب اهله مسترشدة هذه الحياة تواثرت امجادها فكن الذي يهب البطولة سقدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حماما على الاعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وانطاق المدى اهلا بكم من جديد اصدرت وزارة التربية نتائج امتحانات الدورة الاولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة الشرعية الصناعية التجارية والنسوية وقال وزير التربية الدكتور هزوان الوز في مؤتمر صحفي ان اكثر من مائة الف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الدورة الاولى لشهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي نجح منهم ستة وخمسون الف ومئة وتسعة وتسعون بنسبة نجاح خمس وخمسون بالمئة عقد المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نويا بين الحكومة والشركاء في العملية التنموية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لمناقشة المشاريع الاستثمارية التي ستقدم في ملتقى الاستثمار الاول يوم الاثنين المقبل المزيد من التفاصيل في هذا التقرير انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة لدفع العملية التنموية وانعاش حركة الاستثمار لتقوية الاقتصاد خلال الحرب الارهابية التي تتصدى لها سوريا عقد المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا بين الحكومة والشركاء في العملية التنموية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لمناقشة المشاريع الاستثمارية التي ستقدم في ملتقى الاستثمار الاول يوم الاثنين المقبل المهندس خميس اكد ان الدولة السورية تعيش ايام الانتصار العسكري والسياسي وهذا يعزز قوتها ويفرض تحديا تنمويا واقتصاديا لافتان الى ان التشريعات والضمانات والكفالات اللازمة لدفع العملية التنموية محققة وهي رسالة واضحة بان الحكومة بالطريق الصحيح لاعادة العملية الانتاجية المهندس خميس بيّن ان احد مكونات العملية الاقتصادية هو اطلاق العملية الاستثمارية وللقطاع الخاص دور اساسي فيها حيث لا يمكن لهذه العملية ان تكتمل الا مع الشركاء من القطاع الخاص وان الحكومة لن تسمح لرأس المال ان يبقى خائفا في سوريا وستتابع الحكومة العملية التنموية تحت مسمى اقتصاد الحرب لتحقيق العمل المشترك لكل مكونات الاقتصاد السوري ولفت المهندس خميس الى ضرورة اتخاذ سلسلة من الخطوات الجدية والممنهجة لإعادة انعاش العملية التنموية من خلال اطلاق المشاريع الاستثمارية والتركيب لبناء اقتصاد مقاوم يتغلب على الضغوط التي تولدها الحرب الارهابية التي يتصدى لها شعبنا واوضح المشاركون في الاجتماع ان ملتقى الاستثمار الاول هو فرصة لجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة المشاريع الاستثمارية والخروج بتوصية جديدة وفق رؤية مشتركة بين شركاء الاقتصاد الوطني لاستنهاد جميع المشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها وبين المشاركون ان عدد المشاريع المطروحة للاستثمار في الملتقى حوالي 150 مشروعا في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة حيث تتطلب هذه المشاريع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذها على النحو المطلوب مؤكدين انه سيتم تقديم الكثير من التسهيلات لهذه المشاريع لصهر جميع رؤوس الاموال في العملية التنموية واستنهاض القطاع الخاص لان لا يبقى خارج العملية الاستثمارية اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خالد جرار عضو المجلس التشريعي وستة فلسطينيين آخرين خلال حملات دهم بالضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الصيوني حملت اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت تسعة مواطنين بينهم النائب في المجلس التشريعي خالد جرار وناشطة نسوية واسيرا محررا وسط مواجهات اندلعت خلال عملية الاعتقال قوة احتلالية اقتحمت منزل الناب جرار في رامالة واعتقلتها وسط مواجهات اندلعت في محيط المنزل وفي منطقة رامالة تحت اقتحمت قوات احتلالية منزل الاسير المحرار ايهاب مسعود واعتقلتها وسط اندلاع مواجهات في محيط المنزل حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة وزجاجات الفارغة فيما اقتحمت قوة نخرى منزل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين في منطقة بيتونيا غربي رمالة واعتقلتها وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن النهاب جرار قبل عام بعد اعتقال دام 15 شهرا فيما أفرج عن الأسير مسعود في شباط الفائت بعد اعتقال دام 12 عاما قوات الاحتلال الصيوني تتعمد تنفيذ عمليات دام وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي في المدن والبلدات الفلسطينية وتكثف من جرائمها مع أي تحرك وفعليات في الشارع الفلسطيني رفضا لسياسات الاحتلال والجرائم التي يتاكبها في خطوة تهدف إلى التضييق على المواطنين ومحاولة اخماد أي انتفاضة أو هبة جماهيرية عمليات نوعية لجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات تعز الجوف حج أوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوف مرتزقة النظام السعودي عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي تعز والجوف أسفرت عن مقتل ستة عناصر من مرتزقة النظام السعودي مصدر عسكري يمني قال أن عنصرين من المرتزقة قتل وأصيب أربعة آخرون بعد أن أحبطت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم باتجاه موقع التب الحمراء في منطقة الخنجر بمحافظة الجوف وفي مديرية صالة بمحافظة تعز قتل أربعة عناصر من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان عملية عسكرية نوعية أخرى للجيش واللجان تمكنوا خلالها من تأمين عددا من المواقع شمال الصحراء ميدي بمحافظة حج وأوقعوا خلالها قتل ومصابين في صفوف المرتزقة وخسائر مادية واستولوا على أسلحة لهم وأمعانا في جرائمه المتواصلة بحق الشعب اليمني شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية الموتون بالجوف وألحق أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة ويشن النظام السعودي بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعما من الولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن مذو السادس والعشرين من أذار عام 2015 أسفر عن استشهاد وجرح عشرات ألاف المدنيين ودمارا هائل في البناء التحتية إضافة إلى ترد الأوضاع الاقتصادية والصحية والمعيشية في البلاد هذه النشرة انتهت والآن تذكير بعناوينها وزير الإدارة المحلية يؤكد أن الاعتداءات التي استهدفت دمشق هي فشل للإرهابيين ونجاح لجهات الأمنية القيادة العامة لجيش تنفي استخدام غاز الكلور ضد الإرهابيين في عين ترما الخارجية تؤكد أن تقرير منظمة حضر الأسلحة الكيميائية بشأن حدثة خان شيخون لا يتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبوله لأنه يبتعد عن المنطق مني ومجمع العاملين في هذه النشرة كل التحية دمتم بخير برعاية الله اشتركوا في القناة